اشتركوا في القناة قلنا ان الكسرها والاستقرار تحت منها يكون بداية السلبية لكن طالما بدلنا مستقررين فورمنا تزال النظر اي جديد احنا رحنا الاول منطقة دعم بالنسبة لنا وتم كسرها وبعنفل هي مستقرار الـ 28500 واستقررنا تحت منها حتى المستقرار الحالية اعتقد ده سلبي جدا جدا على المدى القصير ولكن ما زلنا ننتظر نشوف هنعمل هي عند الدعم اللي احنا بنتكلم عنها ما زالت نظرتنا ايجابية للمشي خصوصا ان احنا ما زلنا بنتداول داخل قناة سعرية صعيدة رحنا للحد الادنى للحد العلو للقناة وما زلنا قربين كمان من الحد الاوسط للقناة وما زال عندنا منطقة دعم مهمة جدا جدا يكلم عليهم وكمان عندنا دع القمه السابقة اللي تم اختباقها والاسكارفو منها لعند مسؤولات سبعة عشر ألف خمسين لحد مسؤولات سبعة عشر ألف سبعمة يعني حتى الان مفيش داعي للخلق لو رحت على فرورة خمسوحة دي او انزلت شوية هنلاقي ان الزخم البيئة كان قوي جدا وممكن نكون شكلنا اول ضل طبعا احنا قلنا لو تم كسر الترند بفرق وده اللي حصل بالفعل قسرنا الترند وقسرنا اول منطقة الدعم بالنسبة لنا وكانت مقصورة وبعنف وقسرنا كمان تاني منطقة الدعم اتكلمنا عليها دي كمان بقت منطقة خلاص وحاليا احنا عندي منطقة الدعم مهمة جدا 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 احنا كمان قسرنا واستقرنا تحت منها واعتقد ما فيش قدامنا غير ان احنا نشوف عد اختبار المنطقة اللي عنده مسؤولات السبعة عشرين ألف وثمنمائة طبعا لو انا قسرتها لازم اكسره ثقره تحت منها والفوليوم قوي وده اللي احنا هنتابعه ولكن حتى الان مازالت القوة الشرائية بدأت تظهر واضحة عندنا ولكن بتظهر بخجأة خلينا نمشي مع المؤشر خطره بخطوة لكن اعتقد المؤشر لسه مازال امامه المزيد من الهبوط ولكن ما اعتقدش هيبه اهبوط عليه ولكن خلينا نمشي مع الامر خطره ومازالنا من الجداول داخل القناصة الرئيسة عيدة وده اللي يهمنا وعندنا منطقة دعم قوي جدا جدا نشوف احنا هنا من عندها ايه اللي بيقول ان المؤشر هيجد في وشه وينزل من مستويات الحالية اعتقد ده صعب جدا 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 واعتقد انها هتكون مراهنة خاطئة جدا جدا ولكن احنا ممكن يكون عندنا موجة وده وارد يعني ده ممكن يكون عندنا موجة وبنصححها ونكمل في الاتجاه الصعب ده وارد جدا 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 ويكون الموجة كانت متزبزبة لان احنا بنتكلم على تغير في الاتجاه بعد تصحيح كبير فممكن يكون ده كله كانت تغير في الاتجاه ولو لاحزين ان احنا ما زلنا كنا بنتداول داخل قناة سعية صعيدة خدنا قاعة اثنين وقاعة اربعة وخدنا قمة السابقة بتاعت الموجة اللي في النص ولو لاحزنا هنلاقي ان احنا كل ما بروحان الحد العلوي بيحصل ضعف بيحصل ضعف حد ما شفنا تصحيح اقوى مناطق اللي احنا اتكلمنا عنها هي المنطقة دي بلاش نخش الجدليات بقى الموجات في الوقت الحالي ولكن اللي همنا ان احنا نشوف كوه الشرائية توضح لنا من عند هذين مناطق اللي هي عند 27780 الى مستويات 28000 نقطة المنطقة المهمة جدا جدا اللي لو تم كسرها اعتقد هيكون للاسف قدامنا منطقة اقوى وهي المنطقة دي اللي هي المستويات 25000 نقطة و500 المنطقة اللي احنا انطلقنا منها في اخر مو بلاش نسبة الى حداث فلننا ناخد الامور خطوة بخطوة ولكن اعتقد ان احنا اممنا منطقة دعم كوي فلنشوف نعمل عندها ايه وبالتوفيق